السلام عليكم و الله و بركاته. الان لنفرض الريد نصير نعمل نحدد الترافيك بناء على الانترفيس يعني الكارت الشبكة اللي عندك. الريد نصير نحدد الترافيك بناء عليه. مثلا خلينا نشوف مثلا احنا هنا عندي كارت شبكة اللي هو ايثرنت زير. اوكي? الان هذا الاثرنت زيرو اريد احدد لو نفرض اني عندي كارت شبكة اخر واللي هو ايثرنت وان. اريد مثلا اسمح لجميع الترافيك اللي قادم الجهازي لكن اللي قادم على ايثرنت زيرو. اريد اسمح لها. واي اي 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 ترافيك قادم الجهازي من ايثرنت وان ما اسمح لها. كيف راح نسوي هاي? ايبي تيبز طبعا بالنسبة لل اه اه خيار الانترفيس اللي هو ماينس اي او ماينس ماينس انترفيس. اوكي? طبعا راح نستعمل ماينس اي للسهولة. ايبي عدنا اذا جاي على قلنا ايهرنت وان اريد اسوي لبك. مانس اي بغض النظر ما حددنا شي مانس اي اه ماينس جاي ودروب. هذا الرول ايش سوينا? هذا الرول قلنا اي ترافيك جاي على الانبوت. اي ترافيك قادم للانبوت من المنفذ ايهرنت واحد اعمل ادروب. طبعا احنا حاليا اه ما عندنا ايهرنت واحد لكن مو مشكلة. مجرد للتوضيح. طيب. لو نفرض لو نفرض الريد نسمح اه اه خلينا نقول مثلا اه الاي بي معين من هذا الايهرنت. ايش راح نسوي? نرجع اكسب. بس هنا نعدلها. طبعا سنشرحها. عسا قلنا الريد من من واحد من السورس اذا جاي من سورس معين. خلينا نقول اذا هو جاي من سورس مستعاش مية وخمسين. ويفضل هاي نسوي لها. ايش راح نسوي لها? خلينا نسوي لها انسيرت احسن لانه عشان ما تنضاف بعد. هاي ماينس اي. نقول رقم واحد. الان احنا سوينا اذا عملنا انسيرت بالسطر الاول. اذا ترافيق جاي من الانترفيس ايثرنت واحد. وكان كان قادم من هذا الاي بي. اعمل الاكسب. تمام? ايه لنا نفرض انه انت تريد تسوي حجب على ايثرنت زيرو. لاي ترافيق قادم ما عدا. اللي قادم مثلا من اي بي معين. كيف راح نسويها هاي? هل معقولة اروح اكتب روح لكل الاي بي هاي موجودة بالدنيا? اه لا مو صحيح هاي. ماش نسوي? ماينس اي انفوت او واحد. واحد. وماينس اه انترفيس. اللي هو ايثرنت زيرو. احنا عدنا ايثرنت زيرو. اه 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 وهنا راح نسوي واينس اه نوت. فروم اه سورس. عندي هين رح نسويه لدروب ايش رح نسوي هنا رح نسوي input لهذا الرول نضيفه بالسطر الاول اي شي قادم لهذا الانترفيس اي شي قادم اي ترافيق قادم لهذا الانترفيس اي شي قادم لهذا الانترفيس هو مو قادم من هذا الاي بي نسوي لدروب يعني اي شي رح يجي من اي بي اخر غير هذا الاي بي رح يتسوي لدروب ليش لان احنا استعملنا النوت هاي يعني النوت انه عكس يعني اوكي فهاي النوت معناته اي شي غير هذا الاي بي سوي لدروب طبعا لو قلنا accept شنو معناته هاي هاي معناته اي شي قادم من غير هذا الاي بي سوي لدروب يعني احنا منعنا فقط هذا اي بي تمام فهذه بحالة انه نريد نستعمل الانترفيس ال اي ثرنت و اي ثرنت زيرو اوكي وايضا بحالة انه نريد نستعمل النوت او يسموها ال الوايل كاردز الامور هذي طبعا نقدر ايضا نستعمل طريقة اخرى مثلا ip tables منس لنفرض عندك اكثر من انترفيس اي ثرنت وان اي ثرنت زيرو اي ثرنتو ومثلا هكذا اه انبوت وان وتريد انت تخلي اه سماح لا اي اه اي يعني اي ترافيك جاي من الاي بي هذا بغض النظر عن الانترفيس لكن فقط على ال فقط فقط الاي بي هذا يعني مثلا اي ثرنت نحط زائد تمام نحط زائد ونحط النوت ومانس سورس نحط الاي بي مانس جاي ايش سوى هنا انا رح نضيف عملية اضافة بسطر الاول من المنفذ انترفيس اي ثرنت اي شي لان الانت معناته زيرو واحد اثنين ثلاثة بغض النظر اوكي اي شي اي انترفيس والسورس كان الى هذا نوت عكسنا اذا اي شي قادم على اي منفذ وما كان السورس تبعه هاذ اعمل لدروب فاذن هاي ادروب فاذن الان لو جينا سوينا اي بي تابلز مانس ال طبعا تخيل انت هاذي انت كم وفرت عليك هاي وفرت عليك اذا كانت عندك ثري انترفيس ثري رولز يعني هاي كنت راح تكتبها بثري رولز هسا تكتبتها بون رول ونفس الشي بالنسبة للبقية اي مثلا اوكي هاي شوف اول خيار اللي هو دروب اللي هو واذا كان نوت من هذا يعني اي شي هيجيني طبعا هنا احنا ما حددنا البروتوكول ولذلك هنا اذا كان TCP بغض النظر راح يسوي الادروب فقط اذا كان قادم من هذا الاي بي ودستنيشن انيوير اسمح له اوكي ان شاء الله كون وضحنا الان كيفية اضافة الرول من خلال الابند الاي والاي كيفية تحذف من خلال الدي كيفية تغيير من خلال الار كيفية التعامل مع السورس والدستنيشن من خلال المينس مينس اس والمينس اس والمينس دي او مينس 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 دستنيشن وايضا كيفية التعامل مع الانترفيس من خلال مينس اي او مينس مينس انترفيس تمام وان شاء الله راح نكمل بدروس القادمة بتعقيد المسائل او باخذ خيارات اكثر من هذه الخيارات وشكرا اشتركوا في القناة